أنه بدر بنون بيكمل سلسلة اللاعبين اللي بينزلوا في آخر ديئة من المباريات علشان بس يشاركوا في ركلات الترجيح فيضيعوها زي ما حصلت في اليورو مثلا مع راشفورد ومع سانشو زي ما حصلت من كام يوم في الدورة الإنجليزية مباراة ويست هام يونيتد مع منشستر يونيتد مارك نوبل حصلت النهاردة مع بدر بنون والمدربين ما بيتعلموش بينزل اللاعب ما بيكونش خد حساسية المباراة فبيهدر ركل الترجيح أضيف اللاعب الأهلاوي إلى الاثنين الإنجليزيين ومعهم مارك نوبل علشان يضيع ضربة ترجيح أي نعم عادة الفرصة للأهلي من جديد بعد ضربتين مهدرتين من خلال كريم الطيب ومن خلال حسن مجدي ولكن محمد شريف أنهى على أمال الأهلي بالتتويج ببطولة كانت ممكن تعيد الاستقرار الفني نوعا ما بعد ضياع بطولة الدوري البطولة المحببة على الأهلي الشهر الماضي ترجمة نانسي قنقر